موسيقى السلام عليكم اليوم هو ذكرى استشهاد الإمام علي أحد أعظم رجال التاريخ في الأخلاق والعلم والقيادة والشجاعة عاش الإمام ستين ونيف من السنين قبل 1400 سنة في هذه الدنيا لكنه فعل في هذا العمر ما جعله يخلد إلى اليوم وسيبقى خالدا ما دام هنا لك إنسان يعيشه على هذا الأرض يا ترى ماذا فعل علي ليكون الإمام علي الخالد العظيم هل خلد لأنه صنع قوة من الأتباع يدينون له بالولاء حقا كان أم باطلا من أجل أن يسيطر أكثر على سلطة حكومة المسلمين أم خلد لأنه استثمر حكمه في توسيع ممتلكاته وصناعة مصادر تمويله لشراء الذمم السياسية أم خلد لأنه استأجر من يجيد الحديث والكتابة كي يخدع الناس ويسيرهم حيث مصالحه وهل خلد لأنه جعل من قوة الحكومة قوته الشخصية أم صار الإمام علي لأنه أودى بالناس إلى جحيم الفقر والخوف والحاجة بسبب سراعاته مع رفاق دربه هل صار علي الخالد لأنه أعطى لحكومة أخرى ما تريد من أجل أن تبقيه زعيما أو مسؤولا في حكومته بماذا خلد علي وصار الإمام علي حتما أنه لم يخلد بثرائه الفاحش بل بصدقه العظيم وحتما لم يخلد بالسلطة بل بالمحبة وحتما لم يخلد بالسلاح بل بالعطاء وفي ذكرى الخالد علي ليس على أحد أن يزعم انتمائه أو تمثيله لعلي فوصفة الإمام علي في الحياة والحكم واضحة لمن يأخذها ولمن يحاربها فسلام على أمير الحق وعلى أتباعه وخالص العزاء لأيتامه مرحبا بكم جزيزة المشاهدين في تغطيةنا الخاصة لهذه الليلة والتي سنتناول فيها كل ما يتعلق بسمات حكومة السيد الكاظمي يشرفون أن يكون معنا في هذه التغطية الأستاذ ستار جابري عضو تياري الحكم الوطني أهلا مرحبا حياكم الله أستاذ صباح الكربولي عضو تحالف القوى العراقية مرحبتين أهلا وسلم بكم أستاذ ستار أنا من نحت شوية الحكمة يبدو لدائح شوية يمكن أهم عرابي حكومة السيد الكاظمي هسه يمكن هذه القصة العرابية رح شوية نسول بها شوية الأخ بس بالبداية احنا كل حكومة عدنا حوالي إلى تعريف عام إلى سمات عامة نقدر اليوم نعطي فد وصف لحكومة الكاظمي نعرفها حكومة منه حكومة ماذا حكومة إلى أين بداية نسأل حيدر تحياتي لك لضيفك الكريم لأستاذ صباح شكراً إلى مشاهدينكم الكرام وتعازين إلى أبناء الشعب العراقي إلى مراجعنا العظام بذكر السشهاد أمير المؤمنين وشكراً لك على المقدمة اللطين الله أسمي لك المقدمة الإنسانية التي ذكرت فيها أمير المؤمنين وهنا قصة طويلة لا أذكرها لكن خلاصتها تلك العجوز الكوفية التي استرجعت حقها بفضل أمير المؤمنين قالت له سيقتلك عدلك الذي قتل أمير المؤمنين هو ذلك العدل الذي طبقه والحكومة العادلة فأيضاً ما حدث مؤخراً في محافظتنا وأولئك الشهداء الذين سقطوا مئات الشهداء هم شهداء غياب العدالة الاجتماعية أجيب على سؤالك أنه هناك الكثير من التأويل والتقويل بأن هذه الحكومة فيها رائحة الحكمة أو صوغة الحكمة أو أن عرابينها الحكمة كان ولا زال السيد الحكيم هو ذلك الرجل الذي أهمه الأول أن تتحقق هذه العدالة يعني العدالة الاجتماعية وأيضاً يسعى إلى التوازن السياسي في العملية السياسية فبالتالي الحكومة هذه لا يمكن أن تحسب على جهة معينة أو على كتلة معينة أو على حزب معين والدليل في يوم تكليف السيد الكاظمي حضرت كل القوى السياسية وكل القوى الوطنية أو أغلبها طبعاً كان شبه الإجماع في ذلك الحضور وأيضاً في يوم التصويت كان حضور ما يقارب 265 نائباً بهذا العدد وهذا الكم من النواب الذين صوتوا لهذه الحكومة لكون كانت هذه القوى السياسية التي حضرت بالإجماع للتصويت على حكومة السيد الكاظمي ومحاولة لتمرير هذه الحكومة كنا نؤمن بأن العراق ذاهب إلى نفق مظلم لا خيار بس هو لا يمكن لأحد أن ينكر أن الفريقاً شيعياً يحقق انتصاراً أن يمر الحكومة من غير موافقة دولة القانون وسيد المالكي هذه بطولة يعني ما ممكن لأحد يبخسكم هالشغل الزين ما لا حطي طبعاً ما لا حطي كان هناك إجماع شيعي وأغلبية شيعية كمكون شيعي وأغلبية وطنية وإجماع وطني لم يكن إجماعاً لم يكن إجماعاً أتعرف في الأطراف المعارضة الكاظمي من داخل الشيعة وطنية بعض القوى التي عارضت تمرير حكومة السيئة الكاظمي كان هناك الكثير من الأعضاء كان متواجدين في مجلس النواب وهناك منهم صوت وهناك من حضر ولم يصوت وكان هذا موقفاً إيجابي ويحسب إلى هؤلاء النواب الذين محسوبين على بعض القوى السياسية التي حاولت مثلاً إجهاض هذه الحكومة لكن كانوا هؤلاء النواب يستشعرون بخطورة الظرف وخطورة الموقف فبالتالي لم يكن هناك خيار إلا لتمرير هذه الحكومة الحكمة كانت جزء وليس الكل في تمرير هذه الحكومة كانت هناك ونا شفنا سيد الحكيم يتحرك على رؤساء القوان ورؤساء الكتب وبنفسه كان يتحرك بدون إعلام كان هناك حراك لسيد الحكيم يكون يستشعر بخطورة وضع العراق يمر بأزمة لم يشتها منذ سقوط النظام العام 2003 لحتها للحظة أزمة سياسية خانقة أزمة اقتصادية أزمة صحية وبالتالي كل هذه الأزمات التي يمر بها فقدان التوازن الإقليمي والدولي الخلافات والاختلافات الداخلية والسياسية كل هذا وجد السيد الحكيم وبعض القوى الوطنية أنه لا خيار إلا أن تكون هناك حكومة يوجد فيها النسبة المقبولية أنا رح أرجع رح أرجع ساستان رح أرجع لتفصيلات لأنه هذي يعني صارت من الماضي قصة التكليف والاختيار والآن نتحدث عن حكومة موجودة وعن هويتها وعن شغلها سيد الصباح مرحبا حضرتك رمضان كريم عليكم مرة لأخ شكرا جزيلا ها في شعور أن إحنا أمام حكومة حوالي يعني بالضد من النسق القائم يعني قراراتها مثلا حكومة سابقة عزلت قائد عسكري مثل السيد عبدالوهاب الساعدي هاي الحكومة جابتها رجعتها إلى مكانها بل خلتها رئيس في المكان اللي خرج منه مجموعة قرارات إقالة شخص إرجاع شخص حتى التعاطي مع التظاهرات مع برنامج تلفزيوني حول التظاهرات كلها فيتشين فهمت أن الكاظمي يعبر عن موقف المعارضين من الحكومات السابقة فيتش بالفعل لو الكاظمي ده يريد يقنع الجمهور أنه حكومة مختلفة تحية لك أستاذ حيدر والأستاذ ستار ومشاهدي قناة العراقية بالإشارة إلى مقدمتك طبعا تعازين الحار الله معزي بهذه المناسبة وبالتأكيد العراقيين أولى باستلهام يعني الفكر حقيقة للإمام علي عليه السلام وعدالته ونزاهته والعراقيين هو هذه رموز العراق حقيقة الفكرية والدينية ولا بد في الواقع أن كل يتصدر المشهد السياسي أن يستلهم هذه المبادئ نتمنى من الطبق السياسي في أفعال في أفعال يعني يستلهموا من علي إدارة علي كل حقيقة الرموز الدينية الموجودة هو هي حضارتنا وهذا يعني قيمنا مبادئنا بالنسبة لحكومة السيد الكاظمي طبعا تعتبر هي حكومة أمل في الواقع وإنقاذ يعني بعد الولادة العسيرة اللي صارت بعد خمسة أشهر وبين رفض وبين اعتذار وكذا أملنا كبير حقيقة بسيد الكاظمي أن ينهض بخطوات جريئة والتغيير اللي جنابك أشرت إلى في السؤال لابد حقيقة من التغيير ولا إذا نفس النسق ونفس السياقات تعتبر تكرار حقيقة للتجارب الفاشلة السابقة لابد أن يلمس المواطن أن هناك تغيير وبالتأكيد هو يناغي حقيقة للمتظاهرين ويناغي الجمهور بحقيقة أفكار وبأهداف وطموحات ونتمنى حقيقة يعني بعد هذا الأسبوع اللي مضى وبحقيقة قرارات جريئة وقرارات حقيقة مرحب بها السيد الكاظمي أنه تثمر حقيقة إجراءاته وحتى برنامج الحكومي بالنسبة لمناطقنا الغربية ننتظر في الواقع ما ذكر في البرنامج الحكومي تطبيقات بخصوص أعمار المدن الغربية وقضية التعويضات وقضية المعتقلين والمغيبين وقضية النازحين حقيقة هذا المسائل كلها راقبها بحذر في الواقع وننتظر نتائج عملية حتى ممكن يعني في الواقع أن يكون للحكومة لها حظوة كبيرة في وسطنا وفي أيضا القرارات الأخرى التي تهم الوطن الوطنية بشكل عام في قضية بناء الدولة والسياسة الخارجية ويعني أن تبرز هوية العراق في الواقع العربية والإسلامية أيضا في نفس الوقت وأن يكون العراق قرار المستقل وإلى سيادته كل هذه المسائل الحقيقة هي طبعا في أنظارنا وفي اهتمامنا وفي متابعتنا طبعا وإحنا مؤيدين ونتمنى حقيقة للسيد الكاظمي أن ينجح وبالتأكيد الشعب العراقي في توقع كلش عالي سيد صباح يعني يمكن هالجو اللي صار منذ أن تشكلت حكومة السيد الكاظمي في توقع للرأي العام أن هذا الرجل هذا الرئيس سيفعل أشياء منتظرة سيفعل أشياء الناس يريدوها سيفعل أشياء غيرها ما قدر يسويها أو ما سواها سؤال هل توقع قائم على منه أو على شنو الكاظمي شخص من خارج الحالة الحزبية العراقية جاء به ورشح لهذا المنصب الكبير لكنه لا يملك ثقلا سياسيا قوة سياسيا لا يملك كتلة لا يملك تحالف لا يملك حزب يعني الفاعل بإمكانه في أي لحظة مثلا يتفق ويخرجه في أي لحظة يتركه لوحده هل توقع أنه رح يسوي رح يسوي قائم على شنو يعني هو ما حضى به حقيقة من تأييد ودعم أهله أن يقوم بهذا الدور هذه مسألة مسألة أخرى نحن حقيق العراقيين ما بقى عندنا خيار في الواقع يعني هذه تعتبر الفرصة الأخيرة لعمليه السياسي بعد 17 سنة حقيقة من الفشل للأسف كلنا أمل في الواقع ومساند السيد الكاظمي أن يخطو خطوات يعني شجاعة وجرية في قضية تحرير الاقتصاد العراقي من قضية الاعتماد على النفط بالدرجة الأولى وشفنا لخفاقات اللي صارت وراء تدني أسعار النفط فالقضية الاقتصادية بالتأكيد هي الدرجة الأولى لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلد وخاصة أنه بدأت تهدد رواتب الموظفين اللي يتراوح عددهم من 6 إلى 7 مليون مع المتقاعدين كل هذا المساءل تحتاج في الواقع وقفة وتقييم وإعادة ترتيب وهيكلية الدولة من أجل الانطلاق باقتصاد معقول في ظل هذا التدني من أسعار النفوط والاعتماد على مساءل أخرى يعني تحريك الصناعة تحريك الزراعة تحريك يعني المساءل الاقتصادية الأخرى ولابد حقيقة يعني كان السيد عادل عبد المهدي من لجع إلى الصين بالاتفاقية أعتقد وهي واحد من الحلول اللي ممكن ينتهجها سيد الكاظم ليس مع الصين مع أي دولة أخرى ممكن ماثر حساسية الآخرين في قضية حقيقة انتشال الاقتصاد العراقي والبنى التحتية ويعني في الواقع الاقتصادين يقولون أن العراق يحتاج من 400 إلى 500 مليار دولار حتى ممكن أن ينهض يعني إذا معقد اتفاقية ثنائية مع فرنسا مع اليابان مع ألمانيا مع أي من الدول الأخرى لتوفير هذا المبلغ في قضية الاستثمار والبنى التحتية للعراق ممكن حقيقة تكون خطوة جرية باتجاه الصحيح التحديات والاستحقاقات استاذ ستار المطلوبة من حكومة الكاظم ومن الكاظم تحديدا حوالي يعني كثير من الرؤساء السابقين لم يستطعوا أن يفعلوها لم يستطعوا أن يحققوها والسابقين مثلا كان جميعهم حوالي خلفهم كتل نيابية وخلفهم أحزاب ويرتبطون بعلاقات سياسية تمتد لعقود مع الأطراف الأخرى ما الذي يجعل الناس تتوقع من الكاظم أن يفعل ما لم يستطع غيره أن يفعله وهو شخص بلا حزب بلا قوة ما يملق قوة سياسية وهذه صراحة رجل لوحده الآن في المشهد السياسي كل الكلمات التي نسمحها من معه نسانده هي كلمات لطيفة لكن في العمل السياسي لا يمكن اعتبارها لأنه في أي لحظة تجتمع عليه الكتل إذا لم يسير على ما يحقق مصالحه وتخرجه الكل يعرف أنه تشكيل الحكومات السابقة كانت مبنية على المحاصصة العلنية والتوافقات الحزبية والتيارية وهذه الحكومة حكومة السيدة الكاظمية تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة كون حكومة هي نتاج أزمات والأزمة الكبيرة التي مرت بها البل خصوصا الأزمة السياسية والآن القوى السياسية تبحث عن تخريجه من هذه الأزمة وتبحث عن شخص ينقذ القوى السياسية ويرمم الوضع ما بين أمناء الشعب العراقي ومصالحها وعلى حساب مصالحها طبعا وعلى حساب طموحاتها الآن أكثر القوى السياسية لاحظت أنا وخصوصا في تشكيل هذه الحكومة تنازل عن الكثير من الاستحقاقات والامبراطوريات الاقتصادية في هذا الوضع لأنها ترى في حكومة الكاظرمي هي المنقذ لما تبقى من ماء وجه هذه الأحزاب والتيارات ومحاولة ترميم وعادة جسور القوى السياسية العراقية تنازلت عن اقتصادياتها وعن في هذه الحكومة في هذه الحكومة في كل الحكومات كانت هناك تفرض فقط لأنه مثلا تفرض قضايا اقتصادية وصحكاقات وزارية طبعا الساد حيدر ساد حيدر الوزارات السابقة كان المعلوم انه الحزب الفلاني حسطة الوزير الفلان والوزارة بالاسم اسم الوزير هم من يختارون الوزير وهما من يختارون الوزارة هذه الحكومة وان كانت تفريض طبعا اعطي تفريض الى السيد الكاظرمي من اغلب القوة اذا لم يكن جميع قوة فوضت السيد الكاظرمي لكن هناك تفريض يسمى تفريض مشروط التفريض الذي اعطيه للسيد الكاظرمي في هذه الحكومة اذهب انت سيد الكاظرمي اختار وزرائك واحنا نختار مدير مكتب الوزير ولا ماكو هناك اي شرط حتى مدراء المكاتب والان القادة العسكريين ومدراء المكاتب وبعض القادة الامنيين والسيد الكاظرمي الان له الحرية والسقف الكبير في ادارة الدولة فبالتالي اعطي تقريب توفيض مشروط توفيض مشروط اذهب اذا لماذا لم يشت الحكومة اذهب انت اختار اختار وزرائك وتعرض هذه الاسماء على القوة السياسية كانت هناك ملاحظات مثلا بعض الملفات على بعض الاسماء تم تغييرهم في اللحظة الاخيرة السيد الكاظرمي اخر بعض الوزرات التي لم تحسم كانت هناك الاسماء واخرها كانت الاسماء موجودة لكن كانت بعض الاسماء هي اسماء جدلية واذا بقت هذه الاسماء الجدلية لم تمرر وزارة الثقافة قدم اسم ممتاز ولم يمرر لانه كانت هناك ملاحظات وتحفظات موضوعية ابدا ما كانت هناك تحفظات شخصية انا كنت موجودة جلسة مجلس النواب كانت الاجواء ايجابية لكن كانت هناك تحفظات موضوعية على بعض الاسماء وليس تحفظات لم يأتي ببدلاء كانت هناك قائمة باسماء صريحة وواضحة ولكل وزارة اسم فبالتالي قدمت هذه الاسماء بعض الاسماء تم سحفه قبل ان تقدم الى رئاسة المجلس والى جلسة المجلس لكن تسألني الان استكمال الكابينة الحكومية هل هو سهل اقول لك استكمال الكابينة هو اصعب من تمرير الحكومة وكابينة الحكومة استكمال الوزارات البقية هناك طبعا اكيد فيه جانب من الجدل وهناك الان السيد الكاظمي يخوض الكثير من الحراك ما بين هذه القوى السياسية خلينا اسألك بشكل مركز على فت الموضوع من اللي يعاني الكاظمي على ان ينتزع الداخلية والدفاع ويوزر لهما من يشاء وهذه منه منه طبعا اولا هاي تحسب هي سخوح تحسب بس ننطين الغاطس ما الموضوع السيد الكاظمي باختيار شخصيات مهنية ومن أرحام الوزارة طبعا كل الوزراء هما من أرحام الوزارة من الوجوه من اللي ساعد من اللي عانب هالشغلة يعني السيد الكاظم كان عنده فريق طبعا فريق خاص به هو من يختار الكابينة الوزارية وكان هناك عده مجساته وكان هناك عده أدواته ويشتغل بجانب مهني وتوجه انه يختار الوزراء من أرحام الوزارة وبسي فيات وتدرج وظيفي مثلا الوزارة الداخلية رئيس أركان الجيش وزير الدفاع كان الفريق لقائد القوة البرية وزارة النقيل كان مدير عام ومستشار في هذه الوزارة بقية الوزارات كذلك أخذها من أرحام نعم نعم احنا الداخلية والدفاع الداخلية والدفاع تمثل للهاجس الأمني للشيعة والسنة في العراق نعم وهذه تحسب هذه على مدى 4-5 حكومات وكانت هاي من الإيجابيات في هذه الحكومة اللي أول مرة تمرر الوزارات الأمنية في أول جلسة والتصويت شبه إجمع ما هو رحمة هاي اختيار شخصيات مهنية من أرحام الوزارة بدون الرجوع على الأحزاب والتيارات ما جاء شخصيات سياسية كل مرة كان واضح نعم كل مرة يجيب شخصيات سياسية وهي من تدير ملف الوزارات لكن في هذه الوزارات تقريبا تم تمرير شخصيات مهنية من أرحام الوزارات لا غبار خلينا شوف سيد الكربول سيد الكربولي ما أدري الحكمة مو هو يحشون بصراحة يحشون بطريقة دولواسية أبداً واقعية حقيقة واقعية أخوية هسا سولت أن أختار اختار مهنيين اثنين خذ نشوفهم اثنين مهنيين اخذ نشوفهم اثنين مهنيين انا ما شفت أنه انا سياسية بس خلينا أسألك ما تشعر أنه في في صفقة العراق هذه الصفقة يمثلها سيد الكاظمي وإتمام الصفقة تحتاج إلى أطراف سياسية على مدى تحققها ولذلك تبرعت أطراف سنية وشيعية لإتمام هذه الصفقة واحد من تمثلاتها مثلا وزيري الداخلية والدفاع مختلفين بشكل كامل عن كل وزراء الدفاع والداخلية على مدى 16-17 سنة يعني إذا ما أردنا حقيقة أن نبني دولة حقيقية لابد حقيقة من أن تظهر الخبرات تصدر المشهد تظهر على الحكمة أحسن لي إذا رح تبديل الإجابة في الطريقة يعني أنت اللي ما يمتلك خبرة في واقع يدور مشاكل اليوم ما دور مشاكل دور حقيقة أدور اللي صار خلي الناس تعرف شنو اللي يدي يصير اللي ما يمتلك خبرة ما يمتلك قرار يبقون المستشارين والوكلاء هم يأخذون أيمين ويسار بس اللي عنده خبرة مثل الغانمي وجمعة عناد يعني ناس هم أصحاب اختصاص ويعني وصار لك كذا سنة في سلق يعني هذا خمس صار 17 سنة نقول الحمد لله وصلوا ولها النتيجة الحمد لله يعني جابوا ناس اختصاص الدير الداخلية والدير الدفاع والدير مثلا البزارات الأخرى وزارة العمل والشؤون الاجتماعي أيضا المدير عام يعني الوزراء الآخرين كلهم مثل ما تفضل السيد سلطان مرح من الوزارة وبالتأكيد هذا ينطيها عمق للقيادة حق الوزارة باتجاه تنفيذ الأهداف شوف القضية السيئة ممكن ممكن نساء صباح ممكن تشوف أنه في عمل لانتزاع قوة أحزاب من السلطة قوة أحزاب من الحكومة احنا متعلمين هذا جيد هذا جيد من الأحزاب بلعات الدولة سالحيدة المداردة شوف أنا من ديشتغل من الشغل بالفترة الماضية 17 سنة الأحزاب بدأ الموظيف زخم وقوة للدولة بلعات الدولة وأصبحت وزارات محسوبة لكيان معين زين وأنت والكفاءة والشهادة ما تلقى نفسها في هذا الوسط فهذه خطوة باتجاه الصحيح صحيح هي مو خالية 100% من التزكية السياسية وهذا سنكون واقعيين ولكن يعني معناد جتة تزكية من التحارف طبعا ما تقبل غلط من الفتح ومن سايرون طبعا ولكن هو رجل يعني أبو مهنة وبمصلحة صحيح ممكن أن نقود الوزارة باتجاه مهني صحيح وشفنا خلال يعني هالفترة الماضية يعني بعض التصريعات وبعض اللقاء حقيقة كانت يعني يعني تبشر بالخير وتتأمل أنه بالمرحلة القادمة تتعزز بعد بإجراءات أقوى نحو تعزيز بناء الدولة أن تروح على وزارة حزبية صدق وزارة مو مؤسسة حزبية وبها التعاملات يعني خارج حقيقة إطار القانون خارج سياقات الدولة المطلوب حقيقة من السيد الكاظم المرحلة القادمة مثل ما أشرنا قانون الانتخابات والتهيئة لأجواء انتخابات نزيهة وشريفة ونتمنى أن يكون حقيقة لللاعب الدولي يعني إشراف حقيقي بهذه الانتخابات بعد أن حقيقة تم الطعن بانتخابات 2018 واللغط اللي صار وحتى المظاهرات اللي صارت في 11 يجب أن ندرك أنه الأمور قبل 11 شكل والأمور بعد 11 شكل آخر بالتأكيد هذه كلها يعني استجابة حقيقة لتحديات اللي يحملها المتظاهرين في الفترة الماضية أتمنى رح أرجع لك مرة أخرى بلكي الله شوي هيت شيء تعرضي دبلوماسي لا لا هل قاعدة وراء الفطور من تقعدون وكذا سؤالة في حلوة قلناها بس دعني أشاهدك ستاة التار المتوقع من حكومة الكاظمي الكثير المأمول من أتها كثير لكن السؤال هو إش قد تتفق مع أن الكاظمي يمكن أن يقوم بيتخذ قرارات أو يقوم بعمل يدخل بمواجهة مع الذين يشكلون الفاعل في النظام السياسي العراقي على مدى 17 سنة على مستوى مكافحات الفساد على مستوى حصر السلاح بيد الدولة على مستوى استعادة هيبة الدولة هذه ملفات مو معنىها إحنا نطالب الرئيس نقول له مثلاً أكفاد مجرمين نروح لقلق القبض على هذا الموضوع كل الناس متفقن عليه نقول فساداً راح نطب بمبسط القوى السياسية اللي يشكل الهيكل للنظام السياسي مو شغل سهل اسقاط وزراء واسقاط وكلاء وزراء ومدراء عامين ويمكن الوصول إلى زعماء سياسيين مو عملية سهلة مجازفة ممكن الكاظم يفوت هيت فوته السيد حيدر أولاً الطريق أمام السيد الكاظمي طريق شائك ومعقد وصعب كثيراً لكنه ليس مستحيل فرصة النجاح قائمة أمام السيد الكاظمي وأتمنى أنه يستفيد من هذه الأزمة ومن هذه المحنة اللي مرت بها البدر ومراحل الفشل ومحطات الفشل يكون يغادرها ويعتبرها هي انطلاقة للمرحلة القادمة لخلاص الشعب العراقي وخلاص من الجانب الاقتصادي اليوم السيد الكاظمي هناك الكثير من الأمور والمتطلبات اللي تحتبر هي من أولويات حكومة السيد الكاظمي مثل ما تفضل ضيفك الكريم اليوم إعادتها وأيضاً أنت ذكرت إعادة هيبة الدولة تكون من أولوياتها اليوم الحفاظ أو تنمية أو تطوير الجانب الاقتصادي وأن يكون هناك جناح ثاني للحكومة الحكومة هذه والحكومة السابقة وحكومات التي سبقتها اعتمدت على القطاع الحكومي حصراً واحتبرت النفط هو الريع الوحيد لوضحها المالي والإدارة المالية فبالتالي نحتاج إلى الجناح الثاني حتى تتمكن الحكومة من مغادرة هذه الأزمة أنه دعم القطاع الخاص والمستثمرين والجال الأعمال وتوفير فرص عمل لأبناء الشعب العراقي والمشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة وطبعاً كان زيارات قبل أيام على السيد وزير الصناعة والأخ وزير الصحة وبقية الوزارات والأنفاس والأجوال الإيجابية التي وجدتها عد الوزارات مثلاً أنا كناب اليوم عن محافظة الثقار اتحدثت مع السيد وزير وشفت عندها رغبة كبيرة عندي مثلاً المدينة الصناعية في محافظة الثقار لو أنه فعلاً توجه السيد وهذه المدينة الصناعية التي ستوفر آلاف الفرص العمل لأبناء المحافظة مع عمل النسيج مع عمل الألمنيوم المستشفى التركي تحدثنا مع السيد مثلاً وزير الصحة ما بقال الشي هو مستشفى التركي 97% يعني 7% المفترض يفتتح لكن هذا التسويف والتأخير من قبل الشركة التركية وعدم الجدية من الوزارات السابقة ما وجدة الحلوة المخرجات الموضوع مو بها الطريقة الموضوع أنا أقول لك في الشغلة إحنا دا نحجي عن دولة تجارية داخل الدولة العراقية صحيح هذا من يقدر يمتد عليها الآن دا يصير عندنا اكتفاء ذاتي مثلاً بالحنطة تحترق مزارة الحقول للحنطة يصير عندنا اكتفاء بالبيض ويحرقون الدواجن نسوه هيت شغلة مدراعة من محطوطين يمشتر المنصب بمليون دولار واتنين مليون دولار كما يشاع لا لا مثل ما يقولون مسؤولين ونواب فالحجي مو نسعى لإنهوض ونسعى لهذه يعني خلي شوي أنا داعشي رجال وحده جابوه حطو رئيس وزراء كيف لون يقدر يواجه هالمنظوم المتشابكة نحن غادر الدبلوماسية شوي يا الله الله يشك بالخير أخطر من داعش هو الفساد السرطان الحقيقي لا داعش عدو موجه وكل الاساس عن دكتش اللي جاب داعش واللي غيب العدالة الاجتماعية واللي خلي الناس تطلع بالشوارع وتظاهر وكل الأحداث وانعدام البناء التحتية كله سبب الفساد فساد أغلب الطبقة السياسية أغلبها طبعا الطبقة السياسية واتوجهت فقط شون تبني امبراطورياتها الاقتصادية زي القوة السياسية الماسكة للقرار أغلبها أتها ارتباطات خارجية زي طبعا ما تريد القطاع الخاص والقطاع الحكومي ينجح تريد العراق بلد استهلاكي يبيع النفط ويأخذ مالات النفط يتفع حنوان لهذه الدول إن كانت الدول المجاورة أو إن كانت بعض الدول الأقليمي أو الدولي خلونا بلد استهلاكي وقود لمشاريع دول واللي أسفنا أكثر أنه بعض القادة السياسيين متواطئين بل شركاء شركاء بتعطيل المصانع والصناع والقطاع الخاص والقطاع الحكومي حتى يبقى البلد العراق هو فقر السلاكي يبيع النفط ويحول المالات لهذه الدول وهذا كله اتفاقات ونسب معينة ويتحدثون لأنه حتى بالبنك المركزي تأتي سيارات بعنوان ما أعرف أنه مثلجات أو بها ألبان أو غيرها تجم حملة من دول معينة وتدخل للعراق صحيح جايبها ويقولون ترجع شايلة آلاف الدولارات بالملايين الدولارات بالتنسيق من خلال العملة الصعبة وتهريب العملة الصعبة من خلال التنسيق مع بعض السماسرة في بلقي المركزي أو غيرها بهذه بهذه الآلية بأي قوة يواجه الكاظري كلها الآن السيد الكاظري هاجه هاجه مخرجات وهي قوية هي حوالي أقوى منه لا القوة السياسية الآن في أضعف حالات جاي تمر بها الآن القوة السياسية والآن تبحث عن مخرج يجي واحد يحاول ولو يبيض نسبة من وجههم أمام الشعب العراق وطبعا هذا ما رح يحصل لي قوة السياسية لشركة إن كانت بالفساد أو كانت بالدماء السيد الكاظرم الآن رح يستثمر هذا الضعف اللي موجود يبعد بعض القوة السياسية ورح يستثمر الدعم الدولي والدعم الاقليم وهذا جدا مهم لا يمكن نجاح لأي رئيس دولة إذا ما يقدر يوازن القناعات الدولية والقناعات الاقليمية خليشوف سيد صباح سيد صباح منطقي كل هالوعود اللي ترفح حكومة الكاظرمي في ظلي هذه حكومة حوالي في رواتب الموظفين ما تملك مو تتشوف غير منطقي انه حكومة ما أعطي هالقدرة المالية اللي حتى رواتب الموظفين ما تقدر تأمنهم ويمكن راح تقعد تداينهم منا ومنا ترفع وعود وتعهدات بقيام بأعمال تحتاج لها لحكومة صلبة قوية قوية سياسيا قوية ماليا لو هالحكومة أعتها قوة لازم واحد يعرفها يعني هو سيد الكاظي ما احنا مثل قولتك نبالغ بالأمور أكثر من الهذا بس أيضا هو ما يملك عصى موسى في الواقع يكون واقعين يعني خافي من غير عصى يعني علاقاته علاقاته واستثمار هذه العلاقات يعني مهم جدا انه استثمارها الرجل شوف العمل وبناء الدولة يحتاج يعني عمل تكاملي مجلس النواب مطلوب من عنده إجراءات مجلس القضاء مطلوب من عنده إجراءات رأس الجمهورية مطلوب من عنده الأحزاب مطلوب من عندها حقيقة أنه تتخذ يعني واقف إيجابية تجاه يعني إجراءات الكاظم ومنها طبعا نسحب السلاح خارج إطار الدولة حتى ممكن تكون انتخابات يعني نزيهة وشفافة وناجحة يعني هذه الإجراءات كلها هي عمل تكاملي في سبيل دفع عجلة الدولة باتجاه الصحيح يعني سيد الكاظمي صحيح أكو أزمة اقتصادية بس أكو بدال وأكو حلول وهذا الإبداع في العمل السياسي لا بد أن يظهر يعني السيد الكاظم والحكومة اللي اختارها صحيح يعني الشخصيات السياسية تضفي نوع من القوة في الواقع على الحكومة من قضية النفوذ والتأثير والدعم وكتل موجودة في البرلمان ممكن نساند عمل الحكومة هذا كلها حقيقة طبعا بس هذا اختياراته بعد هو الرجل وتم التصويت على الوزراء كان بالإمكان يعني قضية المناصب السيادية ممكن أن يأخذوها وزراء يعني سياسيين من الدرجة الأولى أنا كنت تهيج حقيقة أطمع حتى تكون حكومة قوية ممكن يتعاون السيد الكاظمي بقضية الإجراءات خاصة وأن العراق يعيش ضائر المشكلة صح بهالجانب هم يعطوها قوة جرعة قوة إذا كانوا سياسيين كبار بس بنفس الوقت يحولوها إلى حكومة حزبية لا ما تكون حكومة بيهنية حكومة وطنية حكومة وطنية وفي عندنا مشكلة يعني الشخصيات السياسية من تكون في حكومة مشكلة ما يصير وزير لرئيس ما يعتبر نفسه جزء من مجلس وزراء يعتبر نفسه دولة وحدة إذا ما يعني اشتغلنا بقضية تضامنية في الواقع وإزاء التحديات والمشاكل يجب أن تضامن وتكامل نحن شاب خير نحن بحياتنا مشتغلنا تضامن هي هاي مشكلتنا وقلت لك أنه الأحزاب يعني بتلعت الدولة للأسف فما ظل دور للحكومة خاصة بعهد السيد عادل عبد المهدي في الواقع كانت يعني قضية مؤسفة المعارضة كلش مهمة في مجلس النواب لابد من حكومة ظل ومعارضة حتى ممكن أنه يكون العمل بيكنافس الوطنية ودولة القانون حوالي رسميا صاروا معارضة نتمنى بعد يعني الصرفة قوة النوب يعني موازية للقوة الموجودة لدعم الحكومة هاي كل الأنظمة البرلمانية ما يصير انتحاط رجل هنا ورجل هنا وتريد امتيازات وتريد كذا ما ماكو يحيش بالأنظمة البرلمانية لابد من معارضة وحكومة ظل حتى إذا ما تم اخطاق وتم فسات وتم يعني الانحراف عن البرنامج الحكومي ومحاسبة الوزراء حتى تكون هناك رقابة رقابة حقيقية ولا بد أنا بتقدير أنه هيئة النزاح يلزمها واحد من المعارضة الرقابة المالية واحد من المعارضة يلزمها حتى تصير محاسبة يعني ها 17 سنة مني يا وزير تحاسد يا وزير كانت هيك مناكفات سياسية لا أكثر ولا أقل موقفكم بالتحالف القوة من حكومة الكاظمي كان موقف إيجابي جدا وكان داعم إلى درجة أنه تحملته حتى أقرب رفاقكم من نسمع سيد جمال الكربولي يتهم هالفريق باتهامات كبيرة فقط لأنه فرط بوزاراته خليني أسأل السيد الحلبوسي ومن معه يمكن اعتبارهم جزء من مشروع يترأسه الماء الكاظمي هو لا هو قلت لك عمل تكاملي كان مجلس النواب وحتى القوة السياسية والأحزاب يجب أن تدعم السيد الكاظمي باعتباره أنه يمثل مثل ما أشرت حكومة الأمل والإنقاذ والفرصة الأخيرة للعملية السياسية بعد 17 سنة وبعد المظاهرات اللي صارت 2012 2013 وصارت 2019 يعني الناس ما راضي على الوضع ناس ما راضي يا أخي يريد واحد يعبر عن آمال وتطلعات وجراحات الناس يعني التعويضات والموصي والبيوت المهدمة والخراب اللي صار يحتاج حقيقيا إلى وقفه يحتاج إلى أجراءات فورية وثورية في نفس الوقت حتى العالم تطلع من الخيم تسكن ببيوت هذا كله يولد احتقان تقول لي داعش ليس صير وكذا ليس صير هاي سبابها يجب أن يجي المسؤول يعند إحساس بالناس أو بمعاناتهم إذا أنت طبيب وما تعرف الشخص الحال وما تعرف سمط العلاج الجزيين هو السياسي طبيب اجتماعي للمشاكل المجتمع لازم يأشر الخل الوين يوقف يمه لازم العدالة إحنا هس حتشينا على الإمام علي عليه السلام بعدالته ونزاهته إحنا هاي مثلنا وهاي قيمنا المسؤول ومثل عمر بن الخطاب وتواضعه وببساطة هاي قيمنا إحنا كعراقيين ريدنا نشوفها نترجمها من خلال المسؤول هسا ما أقول مثاليات هسا 30% 20% 50% لابد حقيقة من هذه الإجراءات ولاابد من الوصول إلى معاناة الناس الحقيقية جبي خلينا بس إذا تسمحني لأنه أرد توقف عد ثنائية يعني سيد عادر عبد المهدي يوم اختير كان رجلا مستقلا يعني اختير بوصفه مستقل وبوصفه حلا لمأزق صراعنا ذاك أليس كذلك عندما اختير ورغم أن الرجل كان يعني ابن أعرق التيارات الحزبية يعني بالمجلس الأعلى وقريب مثلا على سيد الحكيم والحكمة رغم ذلك كان يشتك من أن أحدا لم يسنده لم يساعده وتركوه لوحده لأكثر من شهر يعني رفع حال الشكوى هذه تعتقد سيد عبد المهدي بكل علاقاته وابن هالمنظوم والسياسية الإسلامية الشيعية اشتك من أنه غير مدعوم وغير مسنود سياسيا بشلون يقدر الكاظمي أنه كل هالتحديات اللي دانحش عنها يتعاطوا إياها وهو حوالي لا يملك نصف ربع الذي كان يملكه سيد عادل سيد حيدر أولا عراق ما بعد واحد عشر 2019 يختلف عن عراق ما قبله أطلاقا من كل الجهة السياسية والقصادية والصحية للشعب وطبقة سياسية وفرصة نجاح السيد الكاظمي قائمة وإن كان الطريق ليس معبد أمامه سيد العادل عبد المهدي أنا شخصيا التقيت به قبل أسبوع وقبل هم بأسبوع تقريبا بالشهر مرة أشوفه واتحدثت بكل صراحة بصراحة قلت لي وصلت أنت لرئاسة الوزراء إحنا باركنا لأنفسنا علاقتنا الشخصية معه وعلاقتنا المناطقية كأبن محافظتي وكنا عاقدين العمل بنظريات الاقتصادية اللي كان يكتبها والسيد العادل هو من مؤسسين العملية السياسية كان يعرف مواطن الضعف ومواطن القوة ويعرف الاختلافات والخلافات اللي موجودة في هذه الطبقة السياسية وكان يعرف كل تفاصيل هوا ما بين الأصطر لذلك كنا عاقدين الآمال أنه رجل رح ينهض بهذه البلد لكن كانت أخطاء كثير عدل حكومة السيد العادل أولا وأنا قلت له بصراحة وأتمنى أنه يسمعني السيد العادل الآن أولا سلم زمام الأمور لفريق عمل غير ناجح بعض المستشارين على السيد العادل عبد المهدي كان ما يصلح أن يكون مدير شعبة في أي مؤسسة ما يصلح ويقدم له المشروع وبعض الأخوة في مكتب السيد العادل عبد المهدي قام يبيعون ويشترون بالدرجات الخاصة وبالمناصب وبنو أمبراطوريات خارج العراق بمليارات الدولار في مكتب سيد عادل في مكتب سيد عادل وكان أغلب القرار يطلع مو من سيد عادل يطلع من المكتب وأكو بعض الأمور قد يكون حتى ما يطلع عليها السيد وسيد عادل شخصيا هو حتشه أتمنى الآن يسمعني من قرارات العراقية هو شخصيا قال لي في مكتبي أكو عقارب مثل ما أكو عقارب بالحكومة السابقة في الرؤساء الوزراء السابقين دول العقارب هم اللي باعوا العراق وللأسف السيد عادل بشخصيته بكيانه بثقله الرجل أنا أجزم على نزاهته أجزم على نزاهته لكن ما دار الملف في الحكومة إدارة صحيحة من خلال العقارب اللي موجودة واللي سلمهم القرار في داخل يتحملها جميعا ويتحملها طبعا طبعا تحملها ما يخلوه من المسؤولية يعني واحد مكتب لا يفرغ من المسؤولية طبعا طبعا أبدا ما يفرغ من المسؤولية يتحمل الجزء الكبير المسؤولية اليوم هو الأبل لكل العراقين صار رئيس وزراء وبعد السيد عادل أيضا صار ضحية صراع أقليمي دولي والكل تشهر في طبقة السياسية صراع كل شيء كبير صار أقليمي دولي ودفع ضريبة ضحية ضريبة الحكومة السابقة وأن الحكومة حسبت على محور معين وبالتالي بدون هذا التوازن الإقليمي الدولي لا يمكن لأي حكومة أن تنجح الفارق ما بين حكومة السيد الكاظمي وحكومة السيد عبد المهدي أنه في هذه الحكومة أكو مقبولية إقليمية دولية وأكو دعم بالظهر وبالعلن لهذه الحكومة وأكو مباركة وأكو مبادرات طيب مثلا في نفس الليلة التصويت تم تمديد العقد لأربعة أشهر مع الكهرباء والغاز مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحسب المعلومات التي عندي استقطاع مليون برميل من تخفيض مليون برميل من تصدير العراق هذا المليون خمسمائة ألف برميل أعتقد سمعت أنه هناك مبادرة لمملكة السعودية العربية خمسمائة ألف برميل سيدفعون بالنياب عن العراق أو تعويض عن العراق ومئتين وخمسين على الكويت مبادرات جيدة يعني اليوم الدول الإقليمية اللي موجودة إن كانت العربية أو الإسلامية والمجاورة والدعم الدولي اللي يجي لحكومة الكاظمي إذن شكت أكو كان عمق من الخلافات والاختلافات مع حكومة سيد العادة عبد المهدي وهذا اللي خلى بعض القوى السياسية تصر على تغيير الحكومة والإسراء بتغييرها وتمرير الحكومة كانت ولادة القيصرية في تلك الليلة عندما صوتنا مع حجم الضغط اللي علينه فما عدنا خيار إلا أعطاء فرصة لهذه الحكومة تعطى فرصة من القوى السياسية لهناه كافي اللي خدته أعتقد يجي اليوم تتحاسبون عليه واللي نسرق من المال العام لا يمكن أن يذهب سدة في يوم من الأيام دماء شهداء تضحيات كل أبناء اللي راحوا بالحشيد أو بالتظاهرات هم بسبب الفساد السياسي اللي موجود هذا راس الخيط أستاذ صباح صار ساعة ناخذها نجيبها يمنى ويسره وهذا راس الخيط من الأخير قوة سر حكومة السيد الكاظمي أنها حكومة قريبة من إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وكل التعويلات والتوقعات بمحلها استنادا إلى أن الحكومة السابقة خسرت هذا الحليف القوي وعانت كل المشاكل التي عانتها بسبب أنها ذهبت إلى خصمه ذهبت إلى المحور الإيراني أكثر من اللازم أكثر من المقبول فيما هذه الحكومة جاءت بموافقة الإدارة الأمريكية بمباركتها بقرب منها وحتى الأطراف السياسية المحلية هماتين فهمت المعادلة وقالت خلص هذه حكومة قريبة من الإدارة فالركوب فيها أمان ولذلك يعول عليها كثيرا لن تدخل بأي مواجهة من المواجهات اللي دخلتها العكومة السابقة ويمكن أن تجري كثير من العمليات القيصرية بهدوء وبراحة من غير أن تخاف أحد استنادا إلى أن خلفها حليف دولي يعني هذه الشطارة السياسية أن تتوظف حقيقة هذا صح؟ يعني أنحل مشاكلنا أخي أزمة السكنة ثلاثة مليون وحدة سكنية هذا صح؟ يعني هذه السياسة لعبة التوازنات ولعبة حقيقة إنجازات يمسها المواطن نحن الشعارات ملينا من عدسات قدر والشعب العراقي ملينا من الشعارات ومن المزايدات عن تريات شبعنا شبعنا منها من قبل وهسه والعراقي اللي يملك ثاني احتياطي بالعالم نشوفه يجد بالترفيك والفقر عندنا 22% وليقدمون على الرعاية الاجتماعية 11 مليون ترى هاي مأساة المشاكل الاجتماعية والأيتام والأرامل خنكونوا واقعين هاي الواقعية السياسية لاتم تشتغل عندنا شوي خنيني نتعاون ويا الولايات المتحدة نتعاون ويا الدول الأقليمية نتعاون ويا إيران ويا السعودية خنجيب شيء للبلد كافي هاي المزايدات مو كافي ملينا من عدس هذا جانب وبهالبساطة لا لا في أطراف عراقية وطنية لديها موقف من الولايات المتحدة الأمريكية وموقف شديد هذه الحكومة قبل ما صار لها احنا لسهب شهر خمسة ما صار لها خمسة شهر من استهدفة واحد من أكبر قادة هذه الأحزاب استهدفة مقاتلين لديها مشروع خلاف مشروع هذه القوى مو بسهل تروح تصير صديق للولايات المتحدة الأمريكية وعندك كيتش ناس لديهم موقف ثابت وحقيقي من أمريكا بس شو مصالح الدول يعني متن بني بالشعارات كن واقع كن واقع وتعامل مع الواقع يعني أنت عندك هاي المأساة الموجودة بالخدمات وهالمتظاهرين اللي طلعا ومشاكل حقيقية مو كلام مو كلام يا أخي نسبة الفقر كذا نسبة يعني الحقيقة العجز الاقتصادي هسا حتى عندنا الرواتب وصار عليها حد شي احتمال نستلمها واحتمال ما نستلمها سبعة مليون ذول إذا ما نستلمها وراتب شي يصير في العراق خنكون واقعين حرب أهلي ها حرب أهلي شفيت فلازم نكون واقعين والرجل لازم يستثمر هاي العلاقة مع كل الأطراب أنا مع سياسة تقارب مع الجميع في سبيل مصلحة العراق أولا لازم كلنا نحمل هذا الشعار العراق أولا عوفنا من كل الدول تبحث عن مصالح فيكفي أعتقد أنه المرحلة القادمة للرجل إذا ما اشتغل بعقلية واقعية سياسية في اتجاه حل كل العقد والمشاكل اللي انبنت من بعد 2003 لحد الآن فرصة كبيرة ومتاحة وبدعم وبيزخم محلي ودولي وكلنا الراقب اثنيا أيضا يحتاج الرجل إلى تحديث القوانين وتعديل الدستور وأيضا تشريع قوانين بما يخص الفساد هذا الاتجاه لابد حقيقة أن يشتغل عليه بدقة بإستاف قوي ممكن نعبر عنه بإصلاح النظام القانوني بالعراق شوف نحن لحد الآن نشتغل بقوانين برايمر تدري من عام 2003 و04 لحد الآن موجود فلابد حقيقة من مراجعة جدية لبناء دولة حقيقية يكفي شعارات لا بدها وأيضا الفساد وله الرجل وجه أن لجنة تشكل ويوضع إجراءات وكذلك لحد من ظاهرة الفساد الموجودة حتى ممكن الاستثمار يجي يشتغل بالبلد يعني إذا بقت هاي القضايا الكوميشين والرشاوي والكذا حتى الاستثمار ما يجي فأنت تقضى عليه بقوانين شوي شديدة وتشجع الاستثمار أنه يدخل للعراق هاي وحدة من المداخل لحلول الأزمات الموجودة خلينا أشوف أطراف لأنه عندي حوالي يمكن دقيقة ونص دقيقتين ساستار نحن خلس أخو أنت يمكن نوهت لما يتعلق بالعلاقات الخارجية لهذه الحكومة ما رد نرجع وياها نحن كل نعرف أنه أكو أطراف رافضة لهذه الحكومة وغير قابلة عليها والآن هي تشكي حوالي خصوم لها وهؤلاء ليسوا بالحينين بالحقيقة جد تعتقد أن خصوم حكومة الكاظمي بإمكانهم أن يعطلوا مساعيها في ملفات معقدة السيد حيدر توقعاتنا أن هناك بعض القوى السياسية سوف تحاول تأجيج الشارع مثلا وتشوف هالأيام كتب المزورة والتهم وتحريك الشارع وتضليل رأي العام وتضليل والجوش الكترونية هذا متوقع طبعا من بعض القوى السياسية لكن نتمنى من هذه القوى السياسية أن لا تختزل القرار العراقي بقوة وحدة أو قوتين سياسيات لجب أن تذهب مع الإجماع الوطني لأن العراق لا يتحمل بعد السيد حيدر تعبنا كافي على صباح العوز والفقر وغياب العدالة الاجتماعية وإحنا مقبلين على أيام العيد وإذا تروح ما تلقى أهنى متواجدين إذا انفتح الحضر طبعا تروح تلقى أهنى الكل متواجدين بالنجف مقبرة النجف لا بقى أخه لا بقى أبين لا بقى أبين لا بقى أبين لا بقى أبين والله أنا قوة سياسية ما إجت الحكومة على مزاجها أو على أقناعتها أو تقاطعت مع قناعات معينة به مع مبادئها مع ثوابتها هنا صار لها سبعة سبعة سنة وانت تعرف اللي أقصد صار سبعة سنة نتماشى مع هذه القناعات ومع هذه العنتريات وما نقبل لأي قوة سياسية الآن أنه تختزل القرار العراقي بموقف معين اليوم ما عندنا خيار نحن أمام مأزق والمطلب اليوم لكل التنازلات والتراجع والمراجعة لسياسة هذه القوة السياسية الخاطئة فبالتالي اللي جينينا ماكو غير الموت والفقر والعوز وخراب البناء التحتية ما عندنا خيار السالح لذلك نتمنى من هذه القوة السياسية أن تعيد النظر أنا ما أقل لك حكومة السيد الكاظم حكومة ملائكية وراح تنقذ العراق وراح تكون هي المنقذة 100% وراح تحقق كل هذه المنطقة هذه كلها تحتاج لها تكاتف وتعاونات لا يمكن أن تحقق نجاح حكومة السيد الكاظمي إذا ما يكون هناك دعم حقيقي بالعمق وبالظاهر من قبل هذه القوة السياسية وما عندنا خيار إلا نعبر إلى بر الأمان من خلال التكاتف وحدة الكلمة وحدة البلد كافة مزايدات وكافة مناطقية وكافة حزبية هاي نتائج شبت أنت خذت طابع علامي أكثر ما هو طابع مهني فقضية رواتب المتقاعدين والحكومة السابقة اللي خطأت خطأ كبير خطأ حكومي تجأت إلى الاقتراض من صندوق المتقاعدين بدلا أنه تلجأ إلى جلب أموال مثل اقتراض خارجة وغيره والرواتب الموظفي نعرف السيد صباح تعرف جنابك أنه رواتب الموظفين أكو عائدات واردات صحيح تنطيهم لكن المتقاعد هو عنده صندوق المتقاعدين طريق مضطر أشكرك شكرا جزيلا نتمنى أن تكون قرارات مهنية وإيجابية للمرحب الواقع الخدمي والصحي والاقتصادي والسياسي أنا نقول مر الأسبوع من المرحب دعي شو بالأسابيع الجاية كنت ضيفين كريم شكرا جزيلا لكم ضيفين كريمين كذلك أنتم ساتمشهدين أشكركم شكرا جزيلا وإلتقيكم وإنشأبات حرقات خادر ومعالف السلامة